اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تعالى النهاردة نعمل مع بعض الفراخ المشوية هنسوي على النار من فوق بتدبيلة تحفة تأشقيها وكل شوية تعمينها ونعمل جنبها كمان الرز الأصفر العادي يعني مش رز بسماتي ولا حاجة رز عادي جدا أول حاجة نعملها تدبيلة رفاية هنجب بصلة كبيرة مبشورة حالية طماطمية مبشورة التوابل ملح وفلفل بصل بودرة توم بودرة زنجابين ببركة كوركم وكاري وإرفة والسبع بهارات هي بتحب التوابل كتيرة شوية ونحط معلقة عسل النحل أو معلقة عسل السود أو معلقة سكر لو ما فيش عسل خالص ونحط عصرة لمون يعني معلقتين عصير لمون ومعلقة خل هنتبل كل التدبيلة في بعضها ونتبلها في الفراخ بقى نتبلها كويس جدا وندخل التدبيلة جوة الفراخ وتحت الجلد بالشكل ده بعد كده هنسوي على النار من فوق من غير ما نحط لها مية خالص وهنسيب على النار هادي يعني أول عصر الدعي على النار عالية وبعد كده على النار هادية ونغطيها وأول ما تستوي هنحط لها رحة الفحم تعالوا بقى نعمل مع بعض الرز الأصفر هنجيب مية وبعد ما المية تسخل معنى كويس جدا هنحط لها مرح 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 الدجاج هنحط لها نص معلقة صغيرة كوركو ونحط الرز بتاعنا ونهدي النار عالي لما يغلي وبعد كده نسيب ويستوي براحته الفراخ اللي احنا عملناها هنجيب رحة الفحم أي قطعة فحم سخنة جدا وحط عليها معلقة سمنة أنا جربت حط زيت جربت أحط مثلا شربة زي ما انتم شفتوا وجربت أحط سمنة أحسن حاجة تحط للفحم سمنة بيختلف جدا في الطعام فالرز بتاعنا منستوي هو ما شاء الله ونفلفل له جميل هنحط بقى تسنية ونقدمه جنب الفراخ الأكلة دي ممكن تعملها بالعزومات وممكن تعمل الفراخ سليمة وممكن تعملها مقطعة بتستويه ومبتاخدش وقت خالص في التسوية أنا بسويه على النار من فوق بدل ما دخل على الفرن واعادها ساعة ولا ساعة ونص لا بسويه على النار من فوق ممكن تعمل بها صلاة الخضرة صلاة الطحينة شبسي هلوة جدا ممكن تقطع الفرخة عشر قطع لو انت عايزت عندك عزومة ممكن تجيبي فرخة كبيرة وتقطعها عشر قطع واتقدمها بالشكل دوت ولو أهم مرة تشوفوا القناة ريت تعمل اشترك للقناة وتفعالوا الجرد عشان يوصل لكم كل جديد بحبكم بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته